فتيحة مرحبا بك بارك الله فيك عبداليا فتيحة كيفاش القضية ديال جابوا راجل ورقيت يا راجل جواج مفيش لعب هذا كيفاش وقع لك تزولك راجل براجل أنا أول خطراختي كنت بصاحبة مع أخوة سيد الولد هذا نتلغى يخدعوني فيه يخدعوك يدك تخدم معاه في واحد المعمل أنا وحد نار خرجة نوية تهدأ سلموت دا وذلك شيش حلو نخدم نوية خرجة نحن نلقوها قوة سلم علينا قلت لي هذا الأخ ديالي راح شافك وعجبتي غي تجواج بيك أنا تنعجبني فيمسيني مهم شفتي وشافك شفتي وشافني قلتني هذا هو الإنسان اللي غي تجواج بي مزيلا مهم جاو دارهم جات الوالدة دياله جاو الوالدة جانت أخوها هذا جامعهم هو راجيها باش يخطب الخو خوهم مريض فمسيني هم مبغوش بينا شخولي جاي يخطب وشالك يشتي في الزنقاء والسقون ليش في الزنقاء وياك هي قلت لك هذا أخو يا راح بغي تجواج بيك هذا هو اللي بغي تجواج بيك وليني هي هم اخطبوني لواحد أخر مريض عندهم خوهم يزرفو وزوفو شيفشي اه بغوو يزوفو شيفشي أنا عجبني قلت نستراثي نجواج صافي هذيك خطبوني قلت يمنين جونها الخطباء جا هو جا هو جا هذيك ليشتانا بلا هو الليشت في الزنقاء وليك لا غي تجواج بيه فرح قلت نستراثي ونجواج هي ديك جاوا دارهم عائلتو خطبو جالوا قدلع ديل الصداق جابوا لي هذيك الاخر لا ولكن تيمي مشار راجل من الخطباء ما بقيتوش هذرتو ما بقيتو تلاقيتو ما بقيتو هذرنا ما بقيتو تلاقينا ما هو علوم تل عرص تل ضرب الصداق وما يفاجئوني فاجئوني وما يلقيت هذا لا ولوراء الكاغيت دارتي الكاغيت مع الرجل درت لقاعد شتاعي قلت سولت وقلت لأنا أنا ماشي لهذا ينويتكم هتخطبوني ينويتكم هتجوجب هذيك الليش تنالو قلت لي لا راحنا قلت لي المهم راحنا ينوين نوين 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 هما نوين هما نوين هما نوين صافي هذيك شتاعي قلت سولة نضرب الصداق ون فيمثين ونستر راسي وهادي قلت بحل بحل ايه ايه طحت طحت في الفخ فيمثين يجاو خطبوه صافي وش مرضيتيش تخرب قيدكش ودرب ناقص مرضيتيش مرضيتيش وقاتلية الواليدة ودكش تجوجة بنتي واخوتاتي ودكش صافي من جوش ما تفهمتش نوية علاش ما تفهمتش نوية مريض عقليا في الليزة نبغي نعس بحالكم يخلينيش نعس يقول يا صهري معايا صافي وش مريض ورغي أنت تتقول مريضة مريضة شهر من عشنا ذك تلت شهر وذك شي وحد نار تناقش نوية تناقش نوية جيت بحالتي لدارنا صافي يشرب ويتقارق ويجي للدار تنتخبع عني تنطلع عن جير تتخبع ليسمعته وتيدق وليش حاجة حنا ردين معايا البارح تعرف إنه مريض أنا تقول الواليدة وانمشير بحالة وحراسي وانتسيد هو اللي من عش معه ومن عش معه تقول يا علاش وعلى صبري وانتسيد مهما مولدت معه مولو يعني من عش معه وانا كنت باغي يا أخو ما كنتش باغي أنا هاد الانسان صافي يا ذك أختي وابقات يجي للطار تيحي يحي تنهرب لولي تنهرب عند أختي يعني عاقبي يلت انتخبع عن جير انت يبقيت تعدد عليهم تقول من القيت عندكم نقتلكم واحد نار لوني اف واحد لحصير لحصير وقفت مسكنها جار لفوق وواتني فيها وقفت بحاك تخلي عليها تيقلب علي مو ممكن تيقول يتقي معي وانا قتلك هو مرض نفسان انا بغيتك وقتل لوني انا لول ما كنش انا بغي انا لول بغيت خوك ولانا علاش تكتبو علي وذلك الشي هي هذي بقيتها بقيتها كنت تطلقت منه مشاكل مشاكل معلومة شي زي ما نتعقل وقع في شي حاجة اخرى وكيف جواج انها ما كنت تبدلش واحد وواحد في جواج مرض نفسان ومخلص نبدلو فيها مو خدعتني اختم نسمح لي هاش هي اللي خدعتني شكرا لك فتيحة على تجربة من قش